بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 Part 8 Design of Rectangular Beam بنتكلم هنا على السيكشن الثاني اللي موجود في الفريم هذه الفريم اللي عندي ده كان المومنت السيكشن ده اللي هو سيكشن 1 يعتبر ريكتانجلر سيكشن ليه ريكتانجلر سيكشن؟ لأن المومنت موجود في الجزء الأعلى يعني حديد التسليح موجود فيه يبقى الكمبريشن أدي الكمبريشن زون علشان كده ده Rectangular Section الDesign Moment اللي موجود هنا على السيكشن ده اللي هو 153 بنبدأ نحسب الفاكتور اللي هو الUltimate Moment على الBD Square الكلام ده يطلع 1 و 1 من 10 From Table 2 بنجيب الRaw اللي هي Point 3 2 7 يبقى الarea ستيل بتساوي الRaw في الDimension اللي هي الB في الD وقسم عالمية يدين الarea ستيل بالملي ميتر سكوير هنا حنستخدم 3 number 20 as the top near the ends for a distance of ربع L اللي هي 2 متر ليه لأن ال L هنا اللي هي المسافة دي عبارة عن 8 متر ده شكل البيم اللي عندي اللي هي تعتبر Intermediate Frame ده الجردر ده الحديد اللي هو السوفلي وده الحديد العلوي علشان يغطي ال Negative Moment هنا ال Positive Moment الجزء ده طبعا ما فيهوش حديد ليه لأن المسافة دي 2 متر وده 2 متر يبقى اربعة المسافة دي كلها 8 متر يبقى عندي اربعة متر هنا اللي اربعة متر ده اللي ما فهمش حديد علوي فمحتاجة حط سخين اتنين نمبر اتناشر اللي بنسميهم ستيرة بهانجر عشان نربط فيهم الكنات دي الكطاعات اللي عندي اللي في الميد سبان وده السكشن اللي عندي السبورت ده الميد سبان اللي هو كان T سكشن وده اللي هو R سكشن كان مطلوب هنا كان مسيخ تحت تلاتة أهم تلاتة نمبر عشرين فوق في القطاع ده مطلوب كمسيخ اللي هو الستيرة بهانجر اتنين نمبر اتناشر التي اللي عندي اللي هي سبعمية عرض القطاع اللي هو ربعمية يبقى كده كل الداتا عندك موجودة على السكشن نيجي في السكشن اللي بعد كده اللي هو عند السبورت اللي هو الريكتانجر سكشن مطلوب هنا تلاتة نمبر عشرين بلاس اتنين نمبر اتناشر طبعا لما نيجي رصهم ممكن احط الخمسة جانب بعض او احط تلاتة في لير واتنين في لير تانية يبقى ده خمس اسياخ اللي هم الموجودين تحت هنا في التلاتة نمبر عشرين من حط الديمانشن اللي هي السبعمية والعرض اللي هو ربعمية وديت الكنات اللي عندي اللي هي كل تلتميت ميلي سنتر تو سنتر بنستخدم تو لج ستي راب نمبر ايت يعني الديامتر بتاع الكنة نمبر ايت كل تلاتين سنت اللي هي تعتبر في الحالة ديت الماكسيم اسباسي يبقى دي القطاعات اللي عندي يبقى انت كده عملت بالنسبة للفريم اللي شغال عليه